قرار جديد من مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين تمديد ولاية بيعتة المينورسو لمدة عام مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وجاء في نص القرار الرقم 2703 الذي ساغته الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بيعتة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024 وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه في مقابل امتناع 2 عن التصويت وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار الجديد تأكيد دعمها للمبادرات المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007 باعتبارها أساسا جدا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق